وثامة أبو علي النهاردة دخل التاريخ دخل تاريخ فلسطين من أوسع أبوابه نهاردة وسامة أبو علي سجل أول هدف في تاريخ فلسطين في التصفيات النهائية تصفيات أسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم أول هدف لفلسطين في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم عن قرية أسيا في التاريخ في التاريخ النهاردة سجي الهدف في فوز الأردن على فلسطين تلاتة واحد يعني فرقته أو منتخب بلاده خسر النهاردة ولكن هو عمل إنجاز فردي تاريخي إنه يحصل على أول هدف في تاريخ فلسطين في تصفيات النهائية لكأس العالم عن قرر تأسي بالمناسبة هو خد تاني أعلى تقييم ما بين لعيبي منتخب فلسطين النهاردة ورقم جيد جدا وعمر فرج شارك أيضا لدقائق قليلة عمر فرج مهاجم لإسماعيل مهاجم الفلسطيني للزمالك شارك أيضا لدقائق قليلة مع نهاية المباراة هارد لك للمنتخب الفلسطيني مليوم مبروك للمنتخب الأردن بكل تأكيد